بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الاهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة عام الخسائر الكوروية ليس تشاؤماً ولكن وقفة وضرورة إبراعيل أهلا بك يا بشموندس أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة 795 المهندس عدلي بيبدأها بنظرة فيها نوع من التشاؤم ولا الألأ لا مش تشاؤم ده رصد خلاص تشاؤم ده في اللي جاي لكن انت بترصد اللي فات ده نظرة واقعية لأمر واقع لحقائق تحققت على احنا دلوقتي في شهر 11 ملنشو كاس العالة يبقى مصر ملاش حاجة في اللي جاي لآخر السنة طيب ابتدناها ازاي خسرنا البطولة العربية كأس الأمم الأفريقية تصفية كأس العالم ده على مستوى الفريق الأول النادي الأهلي بما حدث معاه يخسر بطولة كانت فيه متناوله بطولة أفريقية عشان يحرم تحقيق إنجاز كان يمكن يكون ضوءاً يعني ينتج للكرة المصرية أو يتحدث عن العالم من خلاله ويبدو أنه كان مقصوداً أن لا ينفرد بالأضواء واحدة والآن يخرج منتخب حولنا عليه كثيراً منذ أسابيع يحقق نتائج مبهرة في بطولة العرب ويخسر في النهاية أمام السعودية قلنا ما تشويدي أو بطولة هي إعداد رائع لتصفيات التأهل لأنها كأس الأمم الأفريقية مش في البطولة نفسها فتخفق هذا الإخفاق النهاردة خسرنا من المغرب اتنين واحد وخرجنا خسرنا من تصفيات شمال أفريقيا ومؤهلة لكأس الأمم خسرنا من المغرب الفريقين كنا كسبنانهم من شهر الماضى إذن الناس دي اشتغلت على نواقصها وإحنا اتخدرنا وابتدينا لعبنا الجزائر فيه الجزائر ماتش ودي جزائر كانت برة فإزق المصادفة للتصفيات وإحنا يعني معرفش إزاي بنعرف نخرج من الإيجابيات بهذا الكم بالسلبيات